يكيء هذا الاجتماع الذي جمع على المفتش العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة مهم السئيد فرح ومثل وكالات منظومة الأمم المتهدة بهدف أرض المشروع الخاص بتعليم الفتيات للتنة التوجيهية للمرهلة الثانية من مبادرة تهدف إلى الاستراتيجية المختلفة من أولويات سياسة الهكومة في مجال تعليم الفتيات وتوصيلهم إلى المدارس والمؤسسات التعليمية وذلك من أجل تقوية خدراتهن التعليمية في كلمته بهذه المناسبة ممثل برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الينوسيف وصندوق الأمم المتهدة للسكان أكد بأن هذا المشروع يسهم في مبادرة تعليم الفتيات والوخوف مع الوزارة لتأزيز المجتمع المدني بالدعم المالي مضيفا بأن المشروع سيسهم بالوصول إلى 15.025 طالب في 17 مدرسة ابتدائية ومرهلة ما قبل المدرسة في ولاية البحيرة بدوره المفتش العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة مهم السئيد فرح انتهز هذه الفرصة وقدم شكره للشركاء الماليين والمنظمات غير الهكومية التابعة لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة في مجال إلهاخ الفتيات إلى التعليم في مختلف ولايات البلاد